مفوضية الأمن الغذائية تنظم هذه الوعشة لمسير المخازن في ولايات الترافز ونواكشورط وداخل تنواذيبو بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي في بلادنا ورشة تهدف إلى كسب مسير المخزون الغذائي في هذه الولايات مزيدا من المهارات والخبرات التي ستعزز من قدراتهم في هذا المجال لإن كان للكوارث الطبيعية والحروب الإقليمية والدولية وما تؤدي إليه من اضطرابات سلاسل التنوين بالمواد الغذائية إن عكاسها المباشرة على الأمن الغذائي للدول فإن التخزين الآمن للمواد الغذائية يعتبر ضمانة حقيقية من أهم عوامل تحقيق الأمن الغذائي ووعيا منها بأهمية هذا الموضوع بادرت الحكومة بتوجيهات سامية من فقامة رئيس الجمهورية إلى تعزيز قدرة التخزين لدى البلد من خلال الشروع في تشييد شبكة مخازن جديدة تغطي جميع الولايات الوطن بطاقة تخزين استعابية إضافية تناهز 135 ألف طن وهو ما سيرفع الطاقة الاستعابية للتخزين لدى المفوضية بنسبة 107% بدوره أكد باتريك تاكسيرا المدير المساعد لبرنامج الغذاء العالمي في بلادنا أن برنامج الأغذية العالمية يواصل جهوده المشتركة مع مفوضية الأمن الغذائي ومديرية التغذية والتثقيف الصحية لتحسين إدارة المخزون الغذائي في موريتانيا وأضاف باتريك أن الهدف العام لوراش العمل هذه هو تعزيز قدرات أصحاب المصلحة لتحسين إدارة المخزون وتحسين أدوات الإدارة وإعداد التقارير بشكل أفضل وعلى المدى الطويل يضيف فإن الهدف النهائي هو نقل هذه المهارات إلى الحكومة الموريتانية وعلى مدى يومين سيتلقى المشاركون في هذه الورش عروضاً نظرية وتطبيقية من أجل تطوير مهاراتهم في تسيير المخزون الغذائي هذه الورش عملت مفوضية على إنجازها من عدة سنوات واشتراك مع برنامج الغذائي العالمي وتلقينا فيها عدة مهارات الحمد لله وتحسينات في مجال خبرة التخزين والمخازن والحفظ المخزون وراجع إن شاء الله عنها هذه الورشة تجدنا خبرات أكثر لما تكتسيه إدارة المخزون الأهمية في عمل مفوضية ومن المتوقع أن تشمل النتائج لهذا الملتقى فهماً معمقاً للجوانب المختلفة لإدارة المخزون الغذائية وتحسين استخدام المتجر وتنفيذ الجوانب المتعلقة بالسلامة الصحية وجودة الأغذية وتعزيز المهارات الفنية للمشاركين من أجل إدارة فعالة للمخزون الغذائي في بلادنا